تدري على الإطالة وأشكر لك حضورك رغم البرد الشديد وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وأن يعافيكم وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين مزيت الجنة شيخ اللهم ربنا يبارك في حضرتك الحمد لله وصلاة السلام على صلى الله عليه الصلاة والسلام رأينا حديثين يوضحان أن صلاة الفجر تكون بإصفار لكن وردت أحاديث أخرى في الباب من أحاديث أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها كنا نساء المؤمنات يصلينا الفجر مع رسول الله أو الصبح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام متلفعات بمروطهن متلفعات على المتلففات فالمرض هو السوب الطويل الذي تلتف به المرأة فينقلبنا إلى بيوتهن لا يعرفنا من الغلس إذا كان دنيا مزال الظلام إذا كان يتصف هنا أم المؤمنين عشاء أن النساء كنا يصلينا بدأ يستفاد منه فائدتان فائدة فيما نحن نتكلم به فائدة في جواز أن تصلي المرأة صلاة الفجر في المسجد فدائما النبي أم المؤمنة عشاء بيّنت أن النساء ينصرفنا في وقت الغلس يمعنى كده أن النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وحديث آخر لأبي مسعود البدري رضي الله عنه قال فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر بإسفار مر ثم صلىه بغلس ثم استمر على صلاته بغلس عليه الصلاة والسلام قبل الإصفار يعني مرة صلى بإصفار ثم صلىه مرة بغلس ثم صلىه بغلس ولم يعود إلى الإصفار وده يوضح لكن حديث جابر أيضا الحديث صحيحي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة كان يصلي الصبحة بغلس طب كيفية بقى الجامع يبقى عندنا حديثة هي تبين أن الصلاة بإصفار وحديث تبين أن الصلاة بغلس تأكدنا من صحة الأحاديث أحاديث صحيح طيب ننظر إلى مزاهب العلماء كيف وجهوا هذه الأحاديث منهم من قال بالنسخ طيب احنا قلنا أن القاعدة أن الأصل عدم النسخ ومن قال بالنسخ عليه أن يأتي بالدليل قالوا معنا دليل ايه الدليل قاله حديث أبي مسعود الأنصار رضي الله عنه الذي قال فيه صلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة بإصفار ثم صلى بغلس ثم استمر على إيه؟ على صلاة الصبح بغلس فده فعلا قرينة تبين لنا أنه لو قلنا بالنسخ فالكلام متوجه لأنه ويضاف إلى ذلك فعل الصحابة وخاصة فعل الخلفاء الأربع فإنهم كانوا يصلون الصبح والفجر واحد على فجر كانوا يصلون الفجر أو الصبح بغلس فهيبقى فريق قال بالنسخ فريق آخر قال بالترجيح وهم الحنفية قالوا لا إن الأفضل لصلاة الفجر أن تكون بإصفار وأخذوا حديث العديث اللي أشارنا إليه في إصفار بعد الأذان أذان الفجر بعد دي كده ده بالضوء في الضوء يعني مثلا يدخل في نار ساعة ساعة تقريبا بشوف النار بيطلع يعني قبل الشروق بديه مثلا يعني الشروق لو أيامنا دي ستة ونص قابليه بقى أشوف من ستة كان من ستة من ستة ستة وعشرة تمام فالحنفية على أن صلاة الفجر بإصفار هي الأفضل وقال الحديث نص اللي هو أسفروا بالفجر فإنه أعظموا أعظموا لأجل طيب كيف ردوا على الأحاديث الأخرى فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى أحيانا بغلس لكن هذا من فعله والحديث رفع من قوله فإذا تعارض قدمنا القول على الفعل نعم هذا إذا تعارض لكن ليس سمى التعارض ثم إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا ليس من الفعل الخاص به والأصل أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو للأمة نقصد أفعال التشريعية أفعال التشريعية ما لم تأتي قرينة تبين أنه مخصوص بالنبي عليه الصلاة والسلام فكيف إذا ضممنا إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بغلس في أول الوقت واستمر على ذلك والصحابة يصلون بغلس في أول وقت والخلفاء الأربع يصلون بغلس في أول وقت فمسألة الترجيح هنا أيضا بعيدة طيب نبقي عندنا الجمع وهو ما قاله الجمهور قال بي الجمهور إنه الأمة السلاسة بقى بخلاف الحنفية قالوا إن صلاة الفجر بغلس هي الأفضل هي الأفضل مع جواز الصلاة بإسفار نحن قلنا الفجر ما لم تطلع الشمس في الحلقة السابق نعم الوقت ممتد في قبل طلوع الشمس أيوة لكن نحن نتكلم الآن في الأفضل والأكمل أيوة فالجمهور قالوا إن صلاة الفجر لأول وقتها بغلس هي الأفضل وأول حديث بقى أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجل جمعا بين الحديث التي وردت في الباب فأولوا الإسفار فقالوا هذا في الليالي القمرية عندما يختنط ضوء القمر بالليل فلا يتبين لنا وقت الفجر الحقيقي فهنا نتأكد من دخول وقت الفجر إذا حملوا على الليالي المقمر وفريق آخر قال له أسفروا بالفجر أي تأكدوا من وقته وليس الإسفار بمعنى الضوء وفريق ثالث قال أن تدخلوا في الصلاة بغلس وأن تخرجوا منها بإسفار وده يؤيده أن من وصف صلاة النبي عليه الصلاة الصبح أن النبي عليه الصلاة الصبح كان يصل الصبح فلا ينفتل ينصرف يعني من صلاة إلا ويرى الرجل جليسه من طول ما يقرأ كان يقرأ من الستين إلى المئة في صلاة الفجر فكان يطيل قراءة الفجر فيدخل فيها بغلس ويخرج فيها بإسفار لكن ده برضو وجل التأويل لكن ده حيرد عليه أن أم المؤمنة عيشة قالت أنه كان نساء المؤمنات ينصرفنا بغلس فهل أن كان الرجل لا ينصرف من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كانوا لا ينصرفون إلا أن ينصرف النبي عليه الصلاة والسلام فمجرد ما كان نبيه سلم عليه الصلاة والسلام كان النساء خرجنا سريعا ويبقى الرجال حتى يرى الجليس جليسه طيب تحقيق المسألة أو الترجيح الراجح ما عليه جمهور أهل العلم أن الصلاة لأول وقتها اللي هو بغلس في ظلمة في آخر الظلمة كده اللي هو أول وقت الفجر هي الأفضل ويكفي أن ذلك هو عمل الخلفاء الأربع وفي رسالة عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري قال صل الفجر بغلس فهذا الراجح والله يزاك الله خير حقيقة هذا الحديث لا يشبع منه أبدا صلى الله أن يعلمنا وياكم وأن ينزقنا وياكم القول والإخلاق آمين يا رب العالمين